يمكن عام بناء الإنسان اللي أعلنته الدولة ما كانش مجرد عام لأن شفنا تفاصيل كتير قوي بتؤكد على استمرارية هذا البناء والاستثمار في الإنسان مبارح تم إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 في دورتها الثالثة واللي بتقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية أكيد الجائزة بتستهدف المبدعين الأطفال والنشأ من أول عمر خمس سنين والغاية 18 سنة علشان تكتشف المواهب الصغيرة في مجرات الثقافة والأداب والفلون والابتكار وده ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة واللي بتركز على بناء الإنسان في المقام الأول سن كتير قعد فترة محدش بيهتم بيه صحيح علشان كده خلينا نتابع مع بعض التقرير هذه الجائزة التي تكرس ما ورد في رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان كما تؤكد دور القوى الناعمة في بناء هذا الإنسان وترسيخ هويته المصرية إحنا بنشره في النهاردة بإننا نعلن أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة المبدع الصغير جائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم فقامة الرئيس الجمهورية في النسخة الثالثة أسماء العديد من الفائزين نسبة كبيرة منهم من العواصم الأقاليم من أسيوت ومن المينيا ومن الدقاهلية وجه بحري ومن محافظات متنوعة وده بيدل على أن تأثير الجائزة على الأطفال في سنتين كان قوي جدا عدد المشاركين السنة دي وصل أكثر من عشر تلاف طفل متقدم في مختلف فروع الجائزة الجائزة بتنقسم إلى فئة أولى عمرية وفئة ثانية وفاز بيها مجموعة كبيرة من الأطفال زي ما قلنا كده من مختلف المحافظات وأغلبهم من محافظات السعيد أعلنت مع علي وزيرة الثقافة أسماء اتنين وتلاتين مبدع صغير تشاركوا في البنافسة الشريفة في مجالات الجائزة المختلفة نفتكر أن احنا عندنا تلات مجالات أساسية لهذه الجائزة عندنا مجال الأدب وده بيشتمل تحته القصة والمصرحية والشعر عندنا مجال الفنون وده فيه رسم وغناء وعزف وأخيرا عندنا مجال التطبيقات والاختراعات العلمية مجال تصميم المواقع الإلكترونية والابتكارات العلمية